بيقول ما تفتحوش باب جهنم. اه. طبعا. لمين? لمين? انتحار سياسي مين طيب قللي. نعم? انتحار سياسي مين? لاي واحد بيدعو للعب الدستور. ازاي تلعب في الدستور انت لسه لسه محططوش قدام البرلمان. الشيخ مظهر بيقولك ان الدستور ده مش قرآن. ارد يا خاتم. يعني. طبعا. طبيعي يشوف الناس امام هزا القضية احد خمسة اشخاص. طب تعمل علامة رابعة على فكرة. اما واحد اه خمسة اشخاص اما واحد شارك في كتابة الدستور فهو بيدافع عن منتاجه باعتباره ابن من ابنائه ومش عاوز حد يجي ناحيته عشان التاريخ يذكر له انه كتب الدستور ده. دي حاجة. واما واحد كره الرئيس وكره الاستقرار ومش عاوز الرئيس ياخد صلاحيات اكتر ازا كان هو عاوز يسقطه. مم. والدول طبعا الاخوان ومن على شكلته. مم. واما واحد حزبي منتظر الترطاية الكبيرة في البرلمان اللي جاي عايز يقولها الوحده. فلما بتجي تقول له اقض حتى منك للرئيس وقول لك لا استنى انت كده هتضيع نفسك وهتموت نفسك وهتبوز البلد وخلافه. هذا ليس قرآن. محدش يصور لي ان كان في جبريل في المجلس شورة. يعني جبريل كان في ربعة بالليل وفي المجلس شورة بالنهار. لحسا قرآنا وانتم لستم جبريل. ما احترامي هو دستور عظيم في نسبة خمسة وتسعين في المية. لكن اربعة في المية تهدد استقرار الوطن. طيب. مصر دولة فاشلة. رئيس بلا صلاحيات يعمل ايه? يبقى انت عاوز يعمل ايه رئيس بلا صلاحيات. اقسم على احترام هذا الدستور بهذه الصلاحيات. كل رئيس يقسم وبتعدل برضه. هو اي رئيس اقصى. لم يعدل الدستور لي نصف المادة مئتين سبتة وعشرين على على تعديله. هقول لحضرتك ازا كان هو يا جماعة عايزة اقول ضحاجة. انا بطالب بتعديله وفق ما نص عليه الدستور. طيب انا اقول لحضرتك. مش انا اللي بعديله. شو الدستور قال ايه في التعديل ونمش على الدستور ده. الرئيس منفردا لا يستطيع الرئيس يطالب او يقترح. حلو اوي. انا بقى بطالب الرئيس بانه يطالب. وانا اقول لحضرتك. الخمس بتاع البرلمان بانه يطالب. انا مش عاول لحضرتك.